اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او على حسب للسيمبول اللي عندي ولو عندي مش موجود بسيب مكانه فاضي في عملية طيب يلا مع بعضين نبدأ انا هنا منقي بعض المسائل المهمة ان المسائل كتير جدا والحل بتاعها موجود في فحركز على المسائل اللي فيها افكار ومعلش زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات انا صوت اتعبان شوية ان كان عندي دور برد اثر على صوت شوية يلا مع بعضين نبدأ يقول لي هنا ادي اكسبريشن ودي اناظر اكسبريشن ناخد بالنا من حاجة الاكسبريشن ده اولاد مش مترتب يعني ايه مش مترتب يعني هنا المفروض يجي الترمي اللي بعديها على طول اكس او الحاجة اللي فيها اكس معنى كده انه لازم ارتب ده الاول او وانا بكتبه اكتبه مترتب يبقى هنعمل كده هنقول هنا اكس سكويرد اوقع تنسوا تكتبه ناجاتف سيكس لا اكتب ناجاتف اكس الاول وبعد كده اكتب ناجاتف سيكس وهنا نكتب اكس بلاس اول ترم على الشمال اعمل له ديفيشن على اول ترم على الشمال اكس باور تو دفايد اكس تديني اكس نعمل بعد كده ملتبليكيشن لل اكس دي مع كل الديفايزور يعني مع الترمي ده ومع الترمي ده اكس تايمز اكس تديني اكس سكويرد واكس تايمز تو تديني بوزاتف تو اكس بنغير بعد كده الاشراب بتاعتنا البوزاتف نخليه ناجاتف ولو فيه ناجاتف نعكسه نخليه بوزاتف بعد كده الترمي ده بيتكانسل مع الترم ده يبقى انا عندي هنا ناجاتف اكس وناجاتف اكس لما اجمعهم مع بعض يدي ناجاتف سري اكس وهنا ناجاتف سيكس تنزل اعمل ايه بعد كده نفس اللي عملته فوق اخد الترم اللي موجود على الشمال اعمله ديفيجن على الترم اللي ايه موجود على الشمال ده ناجاتف سري اكس بناجاتف سري ناجاتف سري تايمز الاكس طبعا بناجاتف سري اكس ناجاتف سري تديني نيجاتيف كام نيجاتيف سيكس طالما وصلنا ان الاكسيبريشن ده زي الاكسيبريشن ده يبقى احنا خلصنا المسألة كل اللي هنعمله نغير بس الاشارات كده نكنسل ده معده ونكنسل ده معده ونكتب زيرو زيرو وما ننساش نكتب اللي هو طالبه مننا هو طالب في الهيدو في رأس السؤال يبقى لازم اوضح واقول طبعا ده اللي بيطلع عندي فوق ده هو ده الكوشن يلا المسألة اللي بعديها في عندنا جميلة جدا ليه لاننا لما اجابوس على الاكسيبريشن ده عندي عندي اكس باور فور عندي اكس سكويرد وما عنديش اكس باور سري مش كده وبس ده لما عنديش كمان الترم اللي في اكس يبقى اخد بالي قوي وانا باكتب الديفدنت هنا نعمل كده هنا حكتب اكس باور كام باور فور مين الباور اللي بعد اكس باور فور اكس باور سري احنا ما عندناش هنا اكس باور سري يبقى اسيب مكانها فوض اعمل كده يبقى تحت المكان ده حكتب اي حاجة اكس باور سري لو ظهرت طيب مين اللي بعد كده اكس باور تو يبقى سري اكس باور تو ها اخد بالي اوعا نكتب بوسط فطو على طول لأ ما بين في عندي مكان فاضي علشان لو في حاجة ظهرت في المسألة باور اكس نكتبها في المكان ده يبقى نعمل هنا بلاس مين بلاس ونكتب هنا اكس سكويرد بلاس هنا ما بعملش بقى الحركة دي هنا ما بسيبش مكانه فاضي يعني بكتب على طول اول تير موجود عندي على الشمال اهو ودي اول تير موجود عندي على الشمال اهو اول كده اكس باور فور ديفايد اكس سكويرد تديني اكس سكويرد يلا نعمل اكس سكويرد تايمز اكس سكويرد تديني اكس باور فور ها واكس سكويرد تايمز وان تديني اكس سكويرد اكتبها تحت اكس سكويرد امال امتكة ممكن يزهر معايا التير مده لو هنا في اكس بس هيزهر معايا اكس باور سري نعمل كده نغير الاشراب بتاعتنا وطبعا الترم ده هيروح مع الترم ده هنا سري اكس سكويرد تديني هنسيب طبعا المكان ده فاضي ونكتب ناخد بعد كده الترم ده عمله على الترم ده يبقى تديني يبقى نكتب هنا نعمل زي ما اتفقنا المكان ده فاضي طالما ده زي ده يبقى احنا خلصنا المسألة اعكس الاشراب بتاعتي اكانسل دمع ده واكتب هنا زيرو زيرو وما ننساش نكتب ان هو ده يبقى زا يلا ده بعديها نبص هنا نلاقي عندي اكس باور سري ما عندش اكس باور تول لازم اسيب مكانها فاضي ما عندش اكس لازم اسيب مكانها فاضي نعمل كده هنا يبقى اكس باور سري مش عايزين نتلغبط يلا اكس باور سري تديني اكس يلا نعمل الملتبليكيشن المرة مع ده ومرة مع ده ومرة مع ده قلنا لازم يديه نفس الترمي ده اكس باور سري تديني ايه حطاها هنا ولا حطاها هنا لأ نحطاها هنا يبقى بلاس فور اكس سكويرد تو اكس تديني تو اكس حطاها في المكان اللي احنا هنحط فيه او اللي احنا خصصناه للاكس تمام نعمل بعد كده شرطة كده ونغير الاشراب بتاعتنا ينسل ده مع ده يلا نعمل صام ده اكينه زيرو ماينس فور اكس سكويرد تديني نجاتيب فور اكس سكويرد هنا زيرو ماينس تو اكس يبقى نيجاتيب تو اكس وهنا ينزل النيجاتيب وون اول ترمع الشمال اهو مع اول ترمع الشمال نيجاتيب فور اكس سكويرد ديفايد فور اكس سكويرد دي نيجاتف ون. يلا تبقى نيجاتف فور اكس سكويرد. نيجاتف ون تايمز تو اكس بنيجاتف تو اكس. نيجاتف ون تايمز الون بنيجاتف ون. وطالما وصلنا ان ده قد ده يبقى احنا خلصنا المسألة. كل اللي نعمله ان احنا نغير او نغير الاشارات. ده هيبقى ده كده ده كده ده يتكانسل مع ده وده يتكانسل مع ده وده يتكانسل مع ده ونكتب زيرو 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 وزي ما احنا متعاودين ما ننساش نكتب نكتب بقى ايه الجزء ده. وقولنا ان اللي هو ناتج عملية يلا المسألة اللي بعد كده. المسألة اللي بعد كده في كويتشن سري بيقول لي فاين زا كوشن اوف ديفايدن يتشوف زا فولوين. الاكسبرشن ده باي الاكسبرشن ده. ناخد بالنا الاكسبرشن ده مش مترتب. وده برضو مش مترتب. يبقى لما اكتبهم اكتبهم مترتبين. يلا نبدأ المسألة. لما ديجي نبص هنا. مين ال الترم اللي لي اكبر باور الترم ده. طيب هل الترم ده اقول عليه والا اكس باور سري. ها. وزي ما قلتلكم قبل كده ان الساين بتاعت الترم بتكون على الايه على الفت. او الاشارة بتاعت الترم بتكون على الشمال. يبقى نكتب هنا اكس باور كام باور سري. طيب. اللي بعد كده اكس باور ها هلا اقول سيفن اكس سكويرد ولا نيجاتف سيفن اكس سكويرد نيجاتف سيفن اكس سكويرد مين اللي بعد كده اهو بوزاتف سري اكس يبقى بلاس سري اكس واللي بعد كده بلاس ففتين طيب بالنسبة للديفايزور ها فايف ماينس فور اكس هل نكتب فور اكس ماينس فايف لأ طبعا الفور اكس دي الاشارة بتاعتها يبقى نكتب نيجاتف فور اكس بلاس مين بلاس الفايف وزي ما احنا متعودين اول ترمع الشمال اهو واول ترمع على الشمال اهو يبقى هم دول اللي هشتغل عليهم نيجاتف فور ديفايد نيجاتف فور تديني وان واكس باور سري ديفايد اكس تديني اكس سكويرد يلا نعمل ده تايمز ده يديني نفس الترم ده بالزبط واكس سكويرد تايمز فايف تبقى بلاس فايف اكس سكويرد نغير يلا السين الاشارات هنا كده طبعا ده كده يروح معا ده كده نيجاتف سبن مينس فايف نيجاتف اكس سكويرد نعم ده هننزل طبعا دول بلاس سري اكس بلاس ففتين ناخد الترم ده نشتغل عليه مع الترم ده نيجاتف تولف ديفايد نيجاتف فور ببوزاتف سري اكس سكويرد ديفايد اكس باكس هنا طبعا يدي نيجاتف تولف اكس سكويرد وعندي سري اكس تايمز فايف بففتين اكس نعمل كده نغير يلا الاشارات ده هيتكنسل معا ده سري ماينس ففتين بنيجاتف تولف اكس لس الففتين ففتين طبعا تنزل وبرده اشتغل على اول ترم على الشمال نيجاتف تولف ديفايد نيجاتف فور ببوزاتف سري واكس ديفايد اكس تديني كام تديني وان نرجع بعد كده نعمل ملتبليكيشن للبوزاتف سري مع الاتنين دول يديني نيجاتف تولف اكس بلاس ففتين وطالما الاكس بريشن ده زي ده يبقى احنا كده خلاص خلصنا المسألة بس اغير بس كده الاشارات وكنسل ده معده وكنسل ده معده واكتب زيرو وزيرو وما ننساش نقول ان الكوشنت نكتب الاكس بريشن ده اكس سكويرد بلاس سري اكس بلاس سري يلا نشوف اللي بعد كده بيقول لي اف اكس بلاس سري از وان فاكتور اوف الاكس بريشن ده فايند زا اذر فاكتور شفنا في شرح الدرس ان الاثر فاكتور بيبقى الكوشنت او ناتج عملية الاسمة للاكس بريشن ده على الاكس بريشن ده يعني اقول كده اعمل عملية لونج ديفيجن واكتب هنا 2x سكويرد بلاس سري اكس مينس ناين وهنا نكتب اكس بلاس سري اخد الترمده مع الترمده 2x سكويرد ديفايد اكس تديني 2x عشان 2 ديفايد 1 تديني 2 وx سكويرد ديفايد اكس تديني اكس نعمل يلا ملتبليكيشن 2x باي اكس وبي سري اكس 2x باي اكس لازم هتديني نفس الترمده 2x تايمز سري تديني سكس اكس واعمل كده نغير يلا اشارات نكانسل ده مع ده يبقى 3x مينس سكس اكس بمينس 3x الكلام ده هيبقى مينس ناي ناخد الترمده نعملوا الديفايد اكس تديني مينس سري يلا نعمل تاني ملتبليكيشن مينس سري تايمز اكس ومينس سري اكس ومينس سري تايمز بوزتيف سري بنيجاتيف ناين الاكسبرشن ده زي ده يبقى احنا خلاص خلصنا المسألة كده بوزتيف كده بوزتيف نانسل ده مع ده ونكانسل ده مع ده ونكتب زيرو وزيرو هنا بقى في السؤال بيقول لي يبقى قول كده طبعا نكتب الايه الكوشنط ده يلا نشوف اللي بعد كده بيقول لي يبقى حنعمل اول حاجة عملية يبقى نكتب كده نحط ده وجنبي ده نكتب كده سري اكس باور سري مينس فايف اكس سكويرد بلس سيفن اكس كلام ده بلس الون هيبقى بلس سري اكس باور سري مينس اكس بلس السفن ده اللي حيسوي معنا بنعمل ايه نحدد او الحدود المتشابهة يعني اللي لها نفس الباورز عندي هنا اكس باور سري وعندي هنا اكس باور سري وباخد الترم بالصين بتاعته عندي سري بلاس سري يبقى عندي هنا سيكس اكس باور كام باور سري نيجي نبص على الباور تو في عندي حاجة تانية غير كده لا ما عنديش هو ده بس يبقى ينزل منس فايف اكس سكويرد عندي هنا بوزتف سيفن اكس وعندي ناجاتف اكس لما نيجي نعمل لهم اداشن يديني بوزتف سيكس اكس يبقى بوزتف ون وبوزتف سيفن اللي هي بوزتف الات بعد كده بيقول يبقى هنعمل عملية يبقى نعمل كده نكتب هنا سيكس اكس باور سري ماينس فايف اكس سكويرد بلاس سيكس اكس بلاس الات ديفايدد سري اكس بلاس التو زي ما احنا متعودين هناخد الترم ده مع الترم ده اول ترم على الشمال في الاكسي بريشان ده مع اول ترم دايما على الشمال في الديفايزور سيكس اكس باور سري تديني اكس سكويرد ونعمل بعد كده هنا يديني سيكس اكس باور سري كلام ده تولا ستديني فور بلاس فور اكس سكويرد نعمل كده نغير يلا الاشراط طبعا ده هيتكانسل مع ده نيجاتف فايف ماينس فور نيجاتف ناين دي نيجاتف ناين اكس سكويرد نزل دول بلاس سيكس اكس بلاس اليت اخد الترم ده اعمل له ديفيجن على ده نيجاتف ناين ديفايد سري تديني نيجاتف سري يبقى هنا نيجاتف سري اكس باور تو ديفايد اكس تديني اكس نرجع نعمل المرادة لناجاتف سري اكس تايمز سري اكس بناجاتف ناين اكس سكويرد ناجاتف سري اكس تايمز تو بناجاتف سيكس اكس نعمل كده نغير الاشارات نكنسل ده مع ده سيكس اكس بلاس سيكس اكس بتولف اكس بلاس اليت ناخد بعد كده الترم ده مع الترم ده نقول كده تايمز سري اكس تديني بوسطف فور يلا نعمل طبعا هايديني تولف اكس مرة تانية وعندي بوسطف فور تايمز بوسطف تو تديني بوسطف يبقى احنا كده خلصنا المسألة علشان الاكس بريشن ده زي الاكس بريشن ده نغير الاشارات نكنسل ده مع ده وده مع ده ونكتب هنا زيرو ونكتب هنا زيرو وما ننساش نقول زا ريزلت ايز تو اكس سكويرد ماينس سري اكس بلاس الفور يلا اللي بعديها يقول ده 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 احنا قلنا طالما قال لي يبقى لازم المسألة تنتهي معايا ومايبقاش في اي هنحد المسألة واحنا شغالين هنعرف الامة هتساوي ايه يلا نعمل عملية عادي خالص هنقول كده تو اكس سكويرد ماينس سيفن اكس بلاس الام وهنا اكس ماينس تو زي ما احنا متعودين ده ابدأ بي مع ده يلا تو ديفايد وون تديني تو و اكس سكويرد ديفايد اكس تديني اكس تو اكس تايمز اكس تديني تو اكس سكويرد وتو اكس تايمز نيجاتف تو تديني نيجاتف فور اكس نغير اشراب بتاعتنا ده كده يبقى وده كده يبقى بوصدر هنكنسل ده مع ده نعمل نيجاتف سيفن بلاس فور تبقى نيجاتف سري اكس بلاس مين بلاس الام نرجع نعمل للتيرم ده باي التيرم ده نيجاتف سري اكس تديني نيجاتيف سري يلا نعمل ملتبكيشن تاني نيجاتف سري تايمز اكس بنيجاتيب سري اكس ونيجاتيب سري تايمز نيجاتيب تو ببوزاتيب ال سيكس المفروض ان الاكسبرشن ده يبقى زي الاكسبرشن ده يبقى واضح ان الام هتبقى كام هتبقى سيكس يبقى نقول كده الام عندنا يلا نشوف اللي بعد كده بيقول لي افزا اريا اف اريكتانجل از الاكسبرشن ده سنتيميتر سكويرد وميدين الويدز عايز اللانس ويقول ان الاكس جريتر زين طيب احنا عندنا الاريا بتساوي اللانس تايمز الويدز يبقى اللانس بي اكوال زي كام الاريا اوفر الويدز يبقى هنعمل عملية الاول الاريا اوفر الويدز يلا هنا اكس سكويرد بلس الفن اكس مينس مينس نيجاتيب وده يبقى ده يتكانسل مع ده اليفن وتن تبقى توينتي وان اكس مينس الايه الفورتين ناخد ده كده نعمل له ديفيجن بايل سري اكس توينتي وان ديفايد سري تديني سيفن و اكس ديفايد اكس تديني وان يبقى انا عندي هنا يديني هنا توينتي وان اكس وسبن تايمز نيجاتيب تو بنيجاتيب فورتين وطالما الاكسبرشن ده زي ده يبقى احنا خلاص خلصنا المسألة نعكس بس الاشارات بتاعتنا كانسل ده مع ده وده مع ده ونكتب هنا زيرو زيرو ونقول زين اللانس ايكول زكام فايف اكس بلس مين بلس ال سبن اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق وضفون كاش على رقم اللي قدامك وعالشش يلا مع بعضين نشوف مسائل بيوبلز يقول نفرض يوم للمنبر صحيح نفرض للمنبر نفرض يوم للمنبر نكتب كده كنسيدر ذات the number is M then the expression will be 6x squared minus 11x minus 17 plus M and let's do the work long division here 6x squared minus 11x minus 17 plus M and here 2x minus 5 6x squared divided 2x to give me 3x 3x times 2x 6x squared 3x times negative 5 negative 15x we'll do that we'll change the sign cancel this we'll do that negative 11 plus 15 positive 4 we'll do that minus 17 plus M we'll do that division by 2x 4x divided 2x divided 2x to give me 2 يبقى هنا plus 2 نعمل times 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 the expression 2 times 2x 4x 2 times negative 5 negative 10 المفروضة عشان يتحقق شرط diffusibility ان الاكسبريشن ده يتساوى مع الاكسبريشن ده علشان بعد منعكس الاشارات ونعمل sum يروحوا مع بعض يعني اول ما اوصل للخطوة دي اقول ان ده على طول بيساوي ايه بيساوي ده على طول انا عندي هنا الفور اكس زي الفور اكس يبقى negative 17 plus الام بتساوي negative 10 اودي negative 17 هنا ببوز 17 يبقى الام بت equals negative 10 plus 17 يعني الام بت equals 7 مسألة اللي بعديها يؤدي اي بي سي ازا تريانجل افتس اريا نعرفين الاريا تريانجل 1 over 2 times البيز اللي هي هنا بي سي times الهيط اللي هي اتش نودي 2 هنا يعني 2 times الاريا بت equals البي سي times الهيط معنى كده ان الهيط هي equals معنا 2 A divided البي سي يبقى انا لازم الاول اجيب twice الاريا يبقى نكتب هنا كده زين 2 A هت equals معنا 2 times الاريا 2 times 2 times 6 D12 يبقى 12 X squared lambda plus 14 X plus 4 طبعا centimeter squared نقدر نقدر دلوقتي نعمل نعمل over البي سي اللي هو بي equals كده يبقى نعمل كده 12 X squared plus 14 X plus 4 وهنا نعمل 2 X plus 1 أول نعمل نعمله division على أول تر من الشمال 12 divided 2 تديني 6 X squared divided X تديني X نعمل يلا multiplication 6 X times 2 X تديني 12 X squared 6 X times 1 تديني 6 X نغير يلا اشعرات نطير دمعة ده 14 minus 6 تديني 8 X plus 4 8 X divided 2 X تديني 4 هنا هيبقى plus 4 نعمل multiplication تديني 8 X plus 4 ويبقى اخنا كده خلصنا المسألة ونقدر نقول زين الهيط equals 6 X plus 4 centimeters وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية حل المسائل المهمة اللي علي سنقيت يا رب اتكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم إن شاء الله اشتركوا في القناة